اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وبتحسدها كمان بس بتحبطها نينجو بتقولها انه كان بيدلها الورد لان شركتهم بتتعاون معي في الدعاية وانه كان مجرد تهنئة منه مش اكتر فبلاش ترسم احلام ما لهاش علاقة بالواقع لكن ما بتحبطش ناهي وبتقولها ان الاختيار اصبح من اجمل 3 شباب وايا كان هو هيبقى مين فيهم بالزبط فهي كده كتبانة وقبل ما تبدأ نينجي في رحلتها لاكتشاف مين بالزبط اللي كان معيها بتوقفها ناهي وبتقولها انها تبقى في كارسة لو ما طالعش واحد من التلاتة لان بقى الاشخاص اللي كانوا موجودين شكلهم ما يفرحش نهي واول ما بتوصل نينجي للشغل اللي بيبقى شركة لصنع الالعاب الالكترونية بيطلبها لوبي للمكتب عنده وطبعا بتشك ان هو اللي كان معيها وبيوهمها انه بيقرب منها بس هي بتبعده عنها في اقل من لحظة فبينلاقيه بيبرر موقفه انه عايز يوريها مشروعها اللي رسمته بتكون على كرسي وعليه بنت وبيبقى نفس الشكل اللي قرب بيه عليها بالظبط بس هي تفكيرها اللي رح لبعيد وبيبقى واضح عليه انه فعلا مغرور وقبل ما بتمشي من عنده بيوهمها من تاني انه بيقرب منها بس المرة دي هو اللي بيحرجها وبيعمل لفسه انه كان عايز ياخد ورق من المكتب بس وبيبدأوا بعدها الاجتماع والمديرة الصالي ما بتكونش موافقة بتصميم كرسي اللعبة وبتقول انه مش مريح نهائي بس بيلاقي لوبي بيدافع عنها وهنا بتزيد حيرة نينجا اكتر وبعد الاجتماع بتتصل بناهي وبتعرفها اللي حصل لكنها بتتفاجئ انه لوبي بيدخل عليها في نفس اللحظة فبتنصحها ناهي انها تحاول تعمل اي حركات اغرق ليه وبتبقى يريتها ما طلبت منها حاجة لانها بتحاول تبقى يلو انها رقيقة ومش مستحملة سخونية المك لكنه بيشوفها وبيبقى زي ما يكون في حاجة بتقرسها فبيصدمها برضو فعلا وما بيهتمش بيها وهنا بقى بتتضيق نينجا جدا وبتخرج عن صمتها وبيقع الشاي الصخن فعلا على اديها والمرودي بتتقلم بجد وفعلا بتلفت نظر اللوبي ليها بس للأسف بيسيبها ويمشي ولسه نينجا هتشتم عليه في سرها بتلاقيه رجع من تاني ومعه شنطة اسعافات اولية وبيبدأ يعالج جرحها وبتفتكر هنا المشهد اللي كان بيجيلها في خيالها اللي لحد دلوقتي ما تعرفش هو حلم ولا حقيقة ولما بتسأله عن اللي حصل في الليلة اللي فاتت بيقول لها انه نفس اللي بيحصل حالا وبيطلب منها انهم يتقابلوا على الغداء وفعلا بتروح نينجا معاه للمطعم واول ما بتدخل بتتفاجئ بحلوة دبدوب اللي بتحبها جدا لكن بتيجي مسؤولة المطعم وبتعرفها ان في عليها عرض ترويجي وبتكون بس للمرتبطين وطبعا بتفضل نينجا تندب حظها لانها مش مرتبطة بس بنلاقي لوبي مرة واحدة اي مراحلة عندها ولبسها الساعة في اديها وبتدى يقرب منها جدا زيادة عن اللزوم بس للاسف بتبدأ نينجا بتتخيل وهو واقف مستغرب هي ليه مسكة فيه كده اساسا وبيقفوا يتصوروا هما الاتنين علشان ياخدوا عرض الحلوة ولما بيقعدوا بيكون لسه هيشرح لها اللي حصل في الليلة المعودة دي هوب بيطبع لهم هونج وده يبقى صديق نينجا من زمان وبيمثل على واحدة بتحبه انه مرتبط بنينج وبيبقى واضح انه نينجا واخد على الحركة دي كتير لغاية ما زهقت منها وبتنسى خالص ان لوبي موجود بس هونج هو اللي بيلاحظ وجوده فبيروح لغاية عنده بيحاول يبين له انه قوي لكن بتجيله نينجا وبتشده علشان تبعده عن لوبي وبتعرفه انه يبقى مدربها في الشغل واخيرا بتقدر تقعد مع لوبي وتعرف منه ايه اللي حصل الليلة اللي فاتت فبيدلها الموبايل وبيقولها تفرج على الفيديو اللي موجود فيه ولما بتعمل كده بتكتشف انها كانت شاربك حليات كتيرة جدا لدرجة انها ما بقتش متزنا نهائي للأسف وفضلت تعمل حركات بهلوانية واخيرا بتفهم هما ليه كل اللي في الشركة كانوا بيبصولها بطريقة غريبة الصبح وبينصحها لوبي انها ما تشرفش كميات كحول كبيرة المرة الجاية وتركز شوية بشغلها وفعلا بتروح نينجل الشغل من تاني لكنها بتتفاجئ بتشين موجود وبتستغرب جدا ازاي نجم المشهور زيه ويبقى موجود في شركتها من جير اي مصلحة ضرورية عايزها لكنه بيقولها انه كان مستني منها تليفون بعد اللي حصل اخر ليلة وبنرجع نعيد نفس الشريك من تاني والشك بيروح المرة دي لتشين وناهي بتفضل تقول انه مش صعب انها تواعد نجم مشهور وبتقنعها انه اكيد يبقى هو لان كلامه بيدل على كده وتاني يوم وهي في طريقها للشغل بتتفاجئ ان تشين بيتصل بيها وبيكون عزمها على السينما واول ما بيوصلوا لهناك بتكتشف ان مفيش غيرهم في الصالة وبيقولها انه حاجز الصالة ليهم مخصوص اللي فاتت وهو اللي لزق لها الدماضي على جرحها واما بيخرجوا من السينما بيقابلوا شينة مديرة اعماله وبيعرفها على نينج وفجأة بيهجم عليهم كم كبير من المعجبات بتشين فبتحاول شينة تبعدهم عنه شوية واول ما بتبعدهم بتشين بيقول لنينج انها لازم تمشي علشان ما يلحقوش يصوروها معاه وبعد ما بتمشي شينة بتتصل بيها وبتسألها لو كانت ارتبطت بتشين ولا لا وبتبرر لها سؤالها ده بانها خايفة لو حد من المعجبات عارف انه مرتبط ينتشر الخبر وعدادهم يقل طبعا وللأسف بتبقى شينة بتسجل لها اعترافها بانها بتوعد تشين وتاني يوم بيطلب منها تشين الخروج من تاني وبيبقى ده يوم عيد ميلادها وبيهنيها كل صحابها بعيد الميلاد لكنها للأسف بتفضل تشتغل في الشركة لغاية بالليل بعد كل ما الموظفين بيمشوا وبيجي لها لوبيو بيتفاجئ ان تشين في نفس الوقت بيكون داخل عليها وبياخدها تشين وبيوصلها للبيت في وسط المطر وقبل ما بتدخل بتطلب منه يستنى تتأكد اذا كانوا صحابها موجودين جوا ولا لا وبتدخل تنده عليهم لكنها بتتفاجئ بيهم وهم محضر لها مفاجئة وبتلبس طرطة عيد ميلادها في وشها وبيدخل تشين في الوقت ده وبيتوتر لما بيلاقي صحابها موجودين وبعدها بيعودوا كلهم على العشاء وبتبقى ناهي معجبة جدا بتشين وهو بيتكلم عن النودل وطريق طبخها ازاي وبنشوفهم وهم برا البيت وقبل ما تودعوا نينج بيعبر له عن اخراجه من انه معرفش يجيب لها هدية عيد ميلادها فبيديلها اسورة خاصة بيه كهدية لها وبيبقى واضح عليه انه متوتر وعايز يعترف لها بحاجة لكن نينج بتسهلها عليه وبتقوله انها عارفة وعايز يقول ايه فبيفرح تشين جدا وبيشكرها انها وفرت عليه وسهلت الكلام لكنها بتتصدم لما بتلاقيه بيفكرها بعدها ليه انه يكون سفير اللعبة وبنرجع فلاشباك علشان يعرفها ايه اللي حصل الليلة اللي فاتت بالزبط وهي انها اثناء مكانت تحت تأثير الكحول وعادته انها هتقف جنبه زي اخته بالزبط وتخليه سفير اللعبة وللأسف بتتضايق جدا نينج وبتعرف انه كان بيتقرب منها علشان مصلحته الشخصية وبتكون مستقى من الوضع اللي حطت نفسها فيه والامل الكباب اللي زرعته جواها وبترجع له ديته وبتعرفه ان القرار مش ليها بشكل شخصي ولازم الشركة هي اللي تختار مين سفير اللعبة وبتسيبه وتمشي وتاني يوم في الشركة بتلاقيه في صحافة والاخبار كلها بيهاجموها وما بتكونش عارفة ايه السبب وغزب عنها بتهاجم شخصا منهم وبتوقع له الكاميرا وبالناخية تانية بنكتشف الوش الحقيقي لتشين وهو بيعرفهم في المؤتمر ان نينج كانت بتطرده كتير وهي اللي عرضت عليه انه يبقى سفير اللعبة وبتسمع نينج كل الكلام اللي بيقولوا وبيكون في الوقت ده لوبي مدربها مجتمع مع الادارة وبيعرفهم ان نينج استحالة تعمل كده ده غير ان ممكن يكون تم التلاعب بمشاعرها وخصوصا ان الاشياء انتشرت بشكل سريع جدا على غير العادة ولما بيخرج لوبي بيلاقي نينج مستنية وبتسأله لو واصق فيها ولا شك زيهم كلهم لكنه بيوريها ورق تاردها من الشركة وبتقف تعيط بلوبي انه صدقهم ووسق ورق تاردها لكنه بيقولها انه مش تارد دايم وتقدر تعتبرها اجازة مفتوحة تريح فيها اعصابها لغاية ما يتم حل الامر واظهار برقتها فبتندي نينج على الورقة وبتمشي وهي حاسة بالظلم والقهر وبنتفاجئ تاني يوم ان تشين بيجي اخطفها معاه في العربية وبيعتذر لها على كل الكلام اللي قالوا وبيعرفها ان مديرته هي اللي طلبت منه كده علشان يستعيد معجبينه من تاني بعد ما شافوه معاها وبيكملوا بيقولها انها لو قفت جنبه وايدت كلامه هيساعدها ترجع شغلها مرة تانية لكن نينج ما بتكونش وثقة فيه وبتوأبخه لانه دمر لها حياتها وما شافش منها حاجة وحشة وكل اللي عمله دا كان بدفع الشهرة بس ومن ناحية تانية بيكون لوبي بيحقق في الاشاعة اللي نشرها تشين وبيحاول يثبت عكس كلامه وتاني يوم الصبح بنشوف نينج وهي بتتسحل من عسرير من هونج وبيحاول يخرجها من حالة الكئبة اللي هي فيها وبتستجيب فعلا نينج ليه وبتحاول تتأقلم على وضعها الجديد وتهتم بالبيت شوية بس بيجي لها تليفون من يوان اللي مسؤول عن تدريبه وبيطلب منها تقابله ضروري وفعلا بتروح له في المكان اللي بيقولها عليه وبتشوف هناك لوبي مع شينا لكنها ما بتكونش عارفة ايه سبب اجتماعهم ببعض فبتتضيق جدا وبتروحها لشان توبخ شينا وتعنفها لان هي السبب في اللي وصلت له بس بيلاقي شينا بمنتهى الغرور بتقولها ان هي اللي قررت تحب حد مشهور ولازم تستحمل الضريبة فبتبدأ نينجي تعاد تبلوبي لانه قاعد مع السبب في تدمير حياتها لكنها بتتصدم الرد تفعله عليها وبيعنفها وبيقولها انها كانت السبب في خسارة شركته وهو معاقبهاش وحاليا هي مش من ضمن فريقه وما ينفعش تتطور عليه وتنسى الفروق اللي ما بينهم فبتنهار نينجي من كلامه وبتمشي فورا وبيروح وراها يوان وبيعرفها انه هيستقل من الشركة وبيبقى واضح عليه تعلقه بيها بس بتقوله نينجي انه لسه جديد في الشركة ولو سابها وهو مازال تحت التمرين مش هيلاقي فرصة تانية بسهولة وبتطلب منه يسيبها لوحدها وبتروح نينجي للبيت لكن بتلاقي لوبي يجيه وراها وبيحاول يشرح لها انها كانت فاهمة غلط لكنها ما بتديلوش فرصة وبتطرده برا وبتقفل في وشه البيب وتاني يوم بيتصل يوان بنينجي وبيعرفها انهم قدروا يثبتوا دليل برائتها من خلال ان لوبي كان بيسجل لشين اعترافها وان هي السبب في اللي حصل وكل ده كان مجرد خطة من لوبي مش اكتر وهنا بتفهم نينجي السبب اللي خلى لوبي يجي لها البيت وكان عايز يقول لها ايه فبتروح الشركة على طول وبتاخد له معها هدية وبتشكره على وقفته جنبها وبتعتذله عن سوق ظنها فيه وانها على طول متسرعة في الحكم لكنه كالعادة ما بيهتمش بكلامها وبيقول لها تروح تكمل شغل ولما بتخلص الشغل بتروح مع يوان علشان تاكل ولما بيسألها بتاكل كمية صغيرة ليه بتقوله انها بتكبر في السن ولازم تهتم بأكلها علشان ما تزدش في الوزن فبيقوم يوان يقرب منها وبيبقى بيبصلها بمنتهى الاعجاب وبيقول لها انها مزادة جميلة وشكلها اصغر من سنها بكتير وبيرجع نفس الشريط من تاني وبتقول في سرها انه اكيد هو اللي كان معاها في الليلة الموعودة اللي مش هنخلص منها خالص ولما بتروح البيت بتتكلم مع نيه وبتبقى نهي مقتنعة جدا بيوان على عكس نينجي اللي بتكون شايفية بالنسبة لها طف وبتبقى خلاص هتفقد وعيها من كتر زن ناهي عليها انها تدينه فرصة وفي الاخر بتسيبها وبتنام وتاني يوم بتصحى مستعجلة جدا واول ما بتخرم بتلاقي يوان مستنيها ومع الموتسكل بتاعه ولما بتخاف تركب معي علشان شعرها ما يبصش بيخليها تلبس الخوزة كحماية لها وكمال شعرها وبتفضل نينجي تكلم في نفسها اذا كان فعلا بيحبها ولا هي اللي مكبر الموضوع واول ما بيوصلوا للشركة وبيقعدوا مع بعض علشان تكمل تدريبها لي بتحس نينجي انها مريضة وبتفقد وعيها فللأسف في نفس اللحظة بيوصل لابي وبيشوف يوان وهو شايلها وبيروح يوان بيها للبيت ولما بتصحب تكتشف انها كانت فقدة الوعي ويوان فضل موجود معيها وبينزلوا هما الاثنين علشان يحضروا الفطار لكن غصبا عن يوان بيكسر زهرية موجودة فبتروح نينجي علشان تطمن على ايه اللي تكسر بالزبط بس بيبقى شكله كده حب موضوعا نشيلها قوي وبيشيلها فعلا لانه بيكون خايف عليها من الاساز المتكسر بس للأسف بتوصل ناهي فوقت مش مناسب خالص وبعد ما بيمشي يوان بتفضل ناهي تحقق مع نينج وبتبقى مش مصدقة ان اللي شفيته كان مجرد صدفة وتاني يوم بتروح نينجي المول كله ألعاب وبيبقى يوان معيها وبنلاحظ ان يوان بينتهي بأي فرصة علشان يقرب من نينج وبيعمل نفسه انه بيعلمها ازاي تلعب وبيقرب يوان من نينجي جدا لكننا بنكتشف انه كان عايز يمسح بوائي الايس كريم من على وشها وفجأة بيتسأزم منها وبيقول لها انه هيرجع تاني وفي الوقت ده بتقتنع نينجي بيه اخيرا وبتبدأ تعمل حيال تجميلية كده بس هوب بتلاقيه جاي مع حبيبته لونا ومسك ايديها وبتحاول تقنع نفسها انها اكيد اخته لكنها بتتأكد انها حبيبته وبيروحوا هما لاتنين الحمام وبتقول لها لونا انه اكيد يوان كان بيعملها بلطف وبتحذرها احسن تكون واعد في حبه لانها بتعودة منه على كده دايما وبتخرم نينجي من الحمام وهي متضيقة جدا جدا وبتوبى خيوان لانه معرفاش ان عنده حبيبة ولما بتوصل للبيت بتبقى حزينة وبتفضل تكت زي المحروين بالزب فبتقول لها نهي انها اساسا ما كانتش بتحبه ومفيش اي داعي لحزنها وبيحاول لوسيها هونج وبياخدها يأكلها الكيكة اللي هي بتحبها وبيسألها يا ليه ما شكتش فيه انه كان ممكن يكون هو اللي معها في الليلة اللي هي مش فكريها وبتجري نينجي على نهي ولما بتقول لها نينج ما بتصدقهاش نهي وبتتصدم زيها ومن ناحية تانية بيكون هونج في عالم موازي وعمال بيشكي حظه للحيطان وبيلوم نفسه انه لما حلها انه كان معيها يعني اخيرا اعترف لصديقة طفولته انه بيحبها وتاني يوم الصبح بنشوفه بيحاول يلطى في الجو ما بينها وبينه لكنها بتكون محرجة منه وبتسيبه وتمشي وبنروح للشركة وبنشوفهم هما في الاجتماع وبتكلموا كلهم مع بعض عن ان الزواج من صديقة طفولة انجح زواج لانهم بيكونوا عارفين كل اسرار بعض ومتفاهمين وده بيخالي نينج تفكر طبعا في هونج بطريقة مباشرة جدا ولما بيخلص الاجتماع بيجي لها لوبي بيعرفها انهم هيبدأوا في تنفيذ خطة تصميمها للمشروع ومن كتر حماس نينج بتبقاها تقع وهي ماشية وكالعادة بيلحقها لوبي بس بيوصل هونج في اقل من لحظة وبيعدل الموقف على طول وبيمدي ايده علشان يسلم على لوبي لكن لوبي ما بيهتمش بوجوده اساسا وبيسيبه يمشي ولما بيجي هونج يوصل نينج للبيت بتلوم ونينج انه كان عارف طول الفترة اللي فتت انها بتدور على الشخص اللي كان معيها في الليلة اللي مش فاكرها وهو سابها تفكر فاكتر من حد وبتكمل لوم عليه وبتعرفه انه مصحاب من عشرين سنة مع بعض وبتسأله ايه اللي غير احساسه ومشعره مرة واحدة كده فبيرد عليها هونج وبيعرفها ان مشعره مش بييده وجوده النهاردة معيها لانه متعود من وقت طفلتهم انه يهتم بيها وبيأكد لها مرة تانية ان وجوده في حياتها مش مقترن بموافقتها انهم يتوعدوا او لا ولما بتروح للبيت بتتكلم مع ناهي بتطلب منها ناهي انها تدي له فرصة وتدي فرصة لنفسها وانه يمكن يكون هو ده الشخص اللي بتحرم بيه طلع عمرها وتاني يوم بتنزل نينج علشان تقابل هونج بس ناهي بتوبخ بسبب طريقة لبسها وبنعرف انهم هيخرجوا في اول معاد مع بعض كتنين مرتبطين فبنشوف ناهي وهي طالعة للقوضة ومعها نينج وبتعرفها انها المفروض تخرج بشكل مختلف وبتجيب لها ادوات التجميل الخاصة بيها وبتطلب منها انها تعمل شوية حيال تجميلية علشان على الاقل يبني انها سعيدة والدموية كده تجري في وشها ولما بيخرجوا مع بعض بيدخلوا السينما وبيبقى هونج نفسه يتعامل بكل حب زي باقي الناس اللي حواليه وبيحاول ياخد منها فشار ويقلد الشاب اللي قدامه لكن بيلاقي نينج بتصده وبتعرفه ان الفشار بتاعها لوحدها وبيسيب اكلها فعلا وهو بيشكي حظ النفس ولما هونج بيحاول يقرب منها مرة واحدة بتفتكر الحمام وبيتلزق حتة لازقة في الكورسي ولما بتكون راجعة الصالة من تاني بتلاحظ ان مديرتها سولي واقفة مع تشين فبتحاول تحذرها منه لكنها بتقولها انها قابلته بالصدفة مش اكتر وفي الوقت ده بييجي تشين وبيدي عصير للمديرة ومعنى كده انهم متقابلوش صدفة ولا حاجة وبيبدأ ينفعل على نينج لكن بيوصل هونج وبيزعق معي وبيضربوا بعض وبييجي لوبي في الوقت المنسب وبينقذ نينج كالعادة يعني وبيفض الخناء اما بينهم وبدل ما هونج يشكره بيكون هيتخنق معاه هو كمان وبيتهموا انه بيرقبهم لكن القدر هو اللي بيرد على هونج وبييجي الشخص اللي كان مع لوبي وبنعرف انه كان فعلا في اجتماعه ووجوده في نفس المول مجرد صدفة وبنروح تاني يوم للشركة وبنشوف المديرة وهي بتهني نينج ان مشروعها هو اللي تم اختياره ويتنفذ في اكبر شركة من ضمن اكتر من 20 مشروع تاني وبيتفقوا كلهم على الاحتفال بالخبر ده وفعلا لما بيخرجوا يحتفلوا بتبقى نينج لسه هتشرب من تاني لكن لوبي بيمنعها المراضي وعلشان ما يحرجهاش بيقولهم انه هيشرب كل المشروبات الكحولية بدلها وللأسف بتبقى النتيجة انه بيكون غير متزن تماما وبتخرج معايا نينج وهي اللي مسنده ولأنه بيكون تحت تأثير الكحول ومش في وعيه بيكتشف انه بيبدأ يعترف لنينج انه متضايق من وجود هونج في حياتها ولما بتروح نينج البيت بتنيم وبتبقى البسمة على وشها طبعا لانها حسرت بغير يتلوبي عليها لكنها بتتخضى مرة واحدة لما بتحس انها بتواعدت نيم في نفس الوقت وبتصرح في خيالها وبتفتكر اول يوم تقدمت فيه للشركة وان بعد ما المديرة رفضتها هو خرج وراها وعرفها ان تم قبولها في الشغل وبتصحى على صوت هونج لكنها بتبقى مش عارفة تتجاوب معاه مرة تانية وبتتجنبه طول الوقت وبنروح للشركة وبتكتشف نينج ان فيه صور اتصربت لهونج وتشين وهم بيتخنقوا عليها في نظر الاعلام وبيكتمعوا من تاني رؤساء الشركة لكن المرة دي بتكون نينج معاهم علشان تدفع عن نفسها وللأسف بتعرف ان تشين بقى الوجه الاعلامي فعلا للشركة وبتتأكد هنا انه فعلا على علاقة بسولي ولما بتحاول تحذرها بتقطعها سولي في الكلام وبتعرفها انها لازم تستقيل افضل وللمرة التانية بيحاول لوبي انه يدفع عنها لكن بنكتشف من سولي انه تخلى المرة اللي فاتت عن الترقية لانه دفع عن نينج ولما بتعرف نينج انه عمل كده بتصرح في وشهم وبتعرفهم انها هتستقيل ولما بتروح البيت بيبقى هونج وناهي معاه علشان يوسوها واسناء كلامهم مع بعض بتلاحظ ناهي حنية هونج عليها فبتقول يعني تسيبهم برحتهم ويبتخرج بر وتاني يوم بيروح هونج لسولي علشان يترجاها انها ترجع نينج من تاني للشركة لكنها بتبلغ عنه الامن وبييجوا يعنفه وغصب عنهم اسناء طارد بره الشركة رجله بتتجرح وما بيقدرش يمشي للأسف وفي الوقت ده بيلاحظ المدير المسؤول اللي بيحصل وبيؤمر المساعدين انهم يتحروا عن امر سولي فعلا ومن ناحية تانية بتكون نينج متخفية علشان محدش يعرفها بعد الاخبار اللي انتشرت عنها لكنها بتتفاجئ ان بالرغم من انها شبه الشيخ همم الا ان في حد بيتعرف عليها ويتردها كمان بس المطاردة ما بتكونش شكلها طبعية ابدا وبتفضل تجري وراها وبتحاول نينج على قد ما تقدر انها تهرب منها في نفس الوقت ده بيشوف لوبي هو بيحاول يتصل بنينج وبيقلق عليها لما ما بتردش ولما بيروح للبيت بيلاقي هونج هو كمان وصل والشال بتاعها واقع قصاد الباب فبيحاول هو وهونج يفرقوا نفسهم ويدوروا عليها وبيقدر فعلا لوبي انه يلاقيها وفي الاخر بنكتشف ان اللي بتطريدها كانت مرسلة تلفزيونية وعايزة تعمل معها لقاء وبتعتزل لهم وبتمشي واثناء ما بيكون لوبي واقف بيتكلم مع نينج بيوصل هونج وبياخدها من ايديها قصاد لوبي وبيتضايق لوبي جدا للأسف لكنه ما بيكونش في ايده اي حيلة يعملها وبعد كده بيوصل هونج ونينج في البيت وبتعترف له نينج انها مش عارفة تتعامل معاه غير انه صديق طفولتها واخوها وبيبقى هونج متأثر جدا وبيحاول يسيطر على حزنه وبتفتل تترجوه هي عنيها مليانة بالدموع وبتعرفه انها حاولت لكنها كانت مأجلة ردها علشان ما تجرحوش فبيمسح هونج دموع وبيعرفها انه مش غلطها ولا غلطه لان المشاعر مش بقيت حد من البشر وبنشوفها بعد كده وهي في قدتها وبتفتكر اخيرا مين اللي كان معيها وبتكتشف انه فعلا لوبي وبتتصل به بتلاقي تليفونه غير متاح فبتروح له الشركة لكن للأسف بيكون سافر وبتبدأ تفتكر نينج كل الموقف اللي تثبت ان لوبي فعلا بيحبها ونظراته ليها في كل مرة بيشوفها مع شخص مختلف وبتمر الايام وبنعرف ان نينج رجعت لشغلها وترقت كمان وبتدت تبشر عملها ولما بيجي يوم عيد الحب بيلاقي وانج جاي لها ومعايه بوكي ورد وبيعرفها انه انفصل عن حبيبته خلاص وكمان هونج بيكون جاي علشان يحتفل معيها بعيد الحب وبيتخنق معي وان وهما بيأكله ومرة واحدة الباب بيخبط وبتفتح نينج الباب وبنكتشف انه يبقى لوبي واخيرا بيعترف لها بحبه بشكل صريح هو بيقول لها وهو بيسترجع ذكرياته انه كان بيحبها من اول يوم شافها فيه لانه ما تأكدش من مشاعره ناحيتها جير في الليلة المعودة اللي ما كانتش فكريها دي وبيفتكر معاها كل مرة كان بيتدي وهو بيلاقيها مع حد تاني جيره وبيبص عليها هونج ويوان وبيبقوا متحصرين انها ضعت من ايديهم بس بينتهي مسلسلنا اخيرا واحنا شايفين ان مش شرط حب الطفولة هو اللي يبقى انجح حبه والفترات الطويلة في العلاقة مش معناها دوامها وان الحب اللي بجد هو اللي بيفضل حتى لو الاتنين يبعد ما بينهم بلاد